تراجع المبيعات وتخفيض الأسعار في الولايات المتحدة والصين يهويان بنتائج تسلا عن الربع الأول من العام الجاري فماذا تحمل البيانات المالية للشركة بنهاية الربع الأول من 2024 بنسبة لصافي الأرباح عن الربع المنتهي التراجعات كانت بخمسة وخمسين في المئة عند المليار ومئة مليون دولار نزولا من المليارين ونصف المليار دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي 2023 لكن ماذا عن الإرادات التي ضغطت بشكل رئيسي وأساسي على ربحية الشركة للربع الماضي الإرادات تراجعت تقريبا بتسعة في المئة إلى الواحد وعشرين مليار وثلاثمائة مليون دولار وذلك نزولا من خمسة وعشرين مليار ومئة مليون دولار مسجلة في الربع المناظر من العام 2023 وهو الإنخفاض الأكبر منذ العام 2012 بالنسبة لي صافي دخل تيسلا بنهاية الربع الأول من هذا العام لدينا متراجع تقريبا إلى المليار ومئة وثلاثين مليون دولار وذلك من سبع مليارات وتسعمائة وثلاثين مليون دولار في العام 2023 بالنسبة للربع المناظر من العام الماضي وبالتالي التراجعات كانت بشكل كبير ربحية السهم عند الخمسة وأربعين سنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بواحد وخمسين سنت في الربع المناظر من العام 2023 لكن المفارقة بعد بعض المعطيات وبعض التصريحات الخاصة بإيلون موسك أسهم الشركة ارتفعت في الجلسة التي أعلنت فيها الشركة عن بيانتها المالية إيلون موسك يتحدث بشكل واضح وصريح أن تيسلا ليست شركة سيارات كهربائية فقط هو يتحدث عن مواضيع الذكاء الاصطناعي وبعض مما تنتج هذه الشركة ولكن مما صرح به بشكل مباشر أنه يتعاهد بطرح سيارات جديدة بأسعار معقولة ومنخفضة وذلك لدعم المبيعات بحلول العام 2025 هذا التصريح هو من ذهب بأسهم الشركة للارتفاع مباشرة بعد إعلان الشركة عن بيانتها المالية المنخفضة والمتراجعة بـ 55% نشير فقط بأن أسهم تيسلا تراجعت بنسبة 42% منذ بداية العام الجاري بضغط من تراجع المبيعات وانخفاض شهية الطلب على السيارة الكهربائية اشتركوا في القناة